إذن للحديث عن سباق اللقاحات الدائر بين الدول للتطعيم ضد فيروس كورونا والحديث أيضا عن أن اللقاح لن تستمر فعاليته لأكثر من ثلاثة أشهر فقط ينضم إلينا عبر الهاتف من بيروت الدكتور غسان الأعور أخصائي أمراض جرثومية دكتور غسان مرحبا بكم يعني الحكومة البريطانية بدأت إجراءات لتسليم لقاح فيزر وكذلك الصين هل نفهم من ذلك أن العالم سيشهد انفراجة للخلاص من هذا الفيروس؟ نعم نعم إن اللقاح يعطي الأمل بانفراج هذه الأزمة ولكن يجب أن نتذكر بأن إعطاء اللقاح سوف يأخذ وقتا ووقتا طويلا وكما نعرف إن الشركات المنتجة للقاح في مختلف أنحاء العالم سوف تنتج كميات قليلة نسبية في الشهر الأول في هذا الشهر وثم في بداية السنة القادمة لذلك عدد الأشخاص الذين سيأخذون اللقاح سيكون محدودا جدا في كل الدول ما سبب في ذلك دكتور؟ ما سبب في ذلك؟ لماذا تنتج كميات قليلة؟ لأن هذه هي الكميات التي تستطيع إنتاجها في الوقت الحاضر لأن هذه اللقاحات لقاحات جديدة لا يوجد مخزون منها وقد أنتجت خلال الشهرين الماضيين فقط لذلك الكمية محدودة جدا وسوف تزداد تباعا من شهر إلى شهر لذلك شيء مهم جدا بأن مع بداية إعطاء اللقاحات يجب أن نؤكد على استعمال الكمامات والتباعد والتعقيم وغسل اليدين لأن هذه الإجراءات هي التي سنعتمد عليها خلال الأشهر القادمة أيضا دكتور باعتقادكم متى ستصل اللقاحات إلى منطقة الشرق الأوسط؟ نعم بالنسبة للشرق الأوسط لا أعتقد بأن اللقاحات ستصل قبل شهرين إلى ثلاثة هذا إذا أخذنا بعين الاعتبار اللقاحات من المصادر الغربية من أمريكا أو من أوروبا ومن المصانع الأمريكية أو الأوروبية لأنه إذا طلبنا اللقاحات يجب أن تكون هناك اتفاقات تجارية للتصدير وغيرها واستعدادات لإعطاء اللقاحات أما إذا جرى طلب اللقاح من مصادر أخرى مثلا من الصين أو من روسية لقاح سبوتنيك ذي يمكن أن تكون أبكرة من ذلك يمكن أن تكون ولكن لا أعتقد قبل عدة أشهر دكتور غسان مثلما تعرفون تحدثت دراسات علمية أن فعالية اللقاح تدوم لثلاثة أشهر فقط هل هذا صحيح وأيضا إذا كانت تدوم ثلاثة أشهر فقط إذن ما الفائدة من ذلك كلا الحقيقة الجواب هو أن الدراسة التي نشرت مؤخرا ونشرتها شركة موديرنا عن عدد قليل من الأشخاص الأشخاص الذين أخذوا اللقاح أول جرعة وثاني جرعة بعد أربعة أسابيع هؤلاء الأشخاص وجدوا أن عندهم مناعة التي استمرت لفترة الدراسة وقد كانت أربعة أشهر فلذلك الشركة تؤكد بأن المناعة تستمر بشكل جيد للثلاثة أشهر الأولى بعد أخذ جرعتين من اللقاح أما الوقت الأطول يحتاج إلى مراقبة أطول لذلك المناعة هي على الأقل ثلاثة أشهر ولكن على الأرجح هي أطول من ذلك ونأمل أن تكون أطول بكثير دكتور وبعد الثلاثة أشهر أو أربعة أشهر يعني انصحت المعلومات بعد الثلاثة أشهر إذا منتهت المناعة هل ربما سيكون هناك لقاح ثاني للمرضى أو للناس الأصحاء الحقيقة أنه لا نستطيع توقع ماذا سيحدث بعد هذا الوقت ولكن أؤكد بأن اللقاحات تعطي مناعة والتي ستستمر بالتأكيد أكثر من ثلاثة أشهر يمكن أن تستمر لسنة يمكن أن تستمر أكثر أو أقل لذلك يجب أن نعطي الوقت الكافي لنرى ماذا ستظهر لنا التحليلات والدراسات في الواقع لا نستطيع الجواب على هذا السؤال في الوقت الحاضر